هيا نشوف صالة تحرير أخبار اليوم نروح كده نشوف الدنيا مشة ازاي بكرة أخبارنا ايه وزمننا المتميز الأستاذ أحمد حمدي مساعد رئيس تحرير أخبار اليوم ومحرر شؤون الرئاسة يعني يدينا كده إطلالة على ما ستأتي به صحف الغد ممثلة في أخبار اليوم يا أستاذ أحمد يا مسائل فل مساء الخير على حرارك يا أستاذ جابر وتحية الحرارك وكل أستاذ المشاهدين ربنا يا خليجة فانتم أخبارنا ايه بكرة إن شاء الله احنا المنشطة عندنا في جريدة أخبار اليوم الأستاذ رفعت فياض مدير التحرير كاتب منشط جماهيري معني بيئة بمؤشرات التنصيق للجامعات المنشطة بيقول 35 ألف طالب بيسجلوا في تنصيق المرحلة الأولى لقبول بالجامعات وذاكر في مطن الخبر إن في مصادر بتقول إن الحد الأدنى لقبول بكليات الطب البشر هيصل إلى واحد وتسعين ونص وللأسنان لتسعين ونص ولتمانية وتمانين بالنسبة للصيدلة بس هي القصص دي في الآخر في نطاق المؤشرات عندنا داني من ضمن الأخبار اللي موجودة في صفحة الأولى أوروبا بتتقشف في مواجهة الغاز في مواجهة أزمة الغاز زي ما حضرتك عارف إن النهاردة بحلول منتصف الليل كل دول الاتحاد الأوروبي هتوقف استراضها للفحم الروسي في إطار تدعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وده بزلاله بخلهم في وضع أن هم يحطوا قانون يلزم الدول الاتحاد الأوروبي بخفض استهلاك الطاقة بما يقارب من 15% ومن الطريف أن يخذوا إجراءات حازمة جدا في العديد من الدول زي بريطانيا اللي قيادت استخدام الكهرباء في المواصلات العامة وفي العاصمة برلين تقار إطفاء الأنوار سواء في المعالم الساحية أو النصب التسكاري أما في أسبانيا فطلبوا من المحلات أن تكون درجة الحرارة بالنسبة للتكيفات 27 درجة مئوية خبر أيضا تاني من كاتبوز منا لأستاذ ذكرية عبد الجواد 15 مليون جنيه قرد حسن من الأوقاف لموظف الدولة وثمات من الخبر بنتكلم على الضوابط اللي حطاها وزارة الأوقاف بالنسبة لصرف القرد ده بواقع أن يكون مرة على الطالب القرد ده 5 سنين لو هو في وزارة الأوقاف 15 سنة لو هو في أي وزارة أخرى من الوزارات التابعة للدولة وبيتم سداد القرد بدون أي رسوم إضافية بحيث بيتم بواقع 300 جنيه على مدارة 50 شهر أنتقل إلى مقال الأستاذ عمر الخياط رئيس تحرير الأخبار اليوم اللي عنوانه رزيلة التربص بالدولة هي الفكرة الموجودة في المقال بأن احنا كل مشروع من المشروعات اللي بتشرع الدولة فيها بنلاقي حاجة من الفيديوهات والبوستات اللي بتكون هدفها هدم هذه المشروعات والإشارة لها بشيء سيء وفيديوهات مفبركة الموجز في المقال والنصيحة اللي بيقدمها الأستاذ عمر الخياط عليكم أن تتمهلوا العقل اللي يفكر فيما يقرأ أو يشاهد قبل أن تحكموا على أي فعل أو تسيروا وراء مغرض دون أن نعلم ما هدفه وما مراده وده نصيحة أن المفروض المتلقي أو المتعامل مع أي حاجة سواء على السوشيال ميديا نظرا لتأثيرها الجامد أن يكون حارس جدا وعارف إيه المقصود من ده زملتنا سمل صالح كتبة خبر من الرقابة الإدارية تحت عنوان الرقابة الإدارية ضرورة حفاظ المواطنين على موارد الوطن وتحقيق العدل ومنع الجارائم وكلنا عارفين الضور البطولي والهام جدا اللي قامت بها الرقابة الإدارية على مدار السنوات اللي فاتت فيه مكافحة الفساد وهم وجده بشكل محدد وصارم أيضا في مقال الأستاذ الشامعاطية مدير التحرير بيتكلم فيه عن بيوجه دعوة لضرورة دراسة ظاهر العنف اللي حلت على المجتمع المصري مؤخرا عندنا تحقيق بنتناول فيه خطة الحكومة لتقليل فطورة الكهرباء وترشيد الطاقة والهدف من التقليل هو أن احنا عارفين أن محطات الكهرباء بتلتهم 60% من إنتاج الغاز الطبيعي وبالتالي لازم الحكومة تتحرك في أن يبقى فيه توفير للغاز الطبيعي المستهلك في محطات الكهرباء من خلال مجموعة من الإجراءات لأن لو نجحنا في ده هنقدر أن احنا نوفر حوالي 450 مليون دولار شهرياً في ظل فرصة ذهبية لارتفاع أسعار الغاز العالمية ومن سمى نقدر أن احنا نوفر عملة صعبة نستفيد بها في حاجات أخرى بس لفت نظري في التحقيق بتاع الكهرباء أنا بقى لي كتير ما شفتش داليا جمال بتعمل تحقيقات دا عم لازم لتنا الأستاذة داليا جمال أنا بقى بقرار لها المقال كل أسبوع لكن ما شفتش بقى لها فترة ما بتعملش تحقيقات يعني يبدو أن رجوع بقى للفكرة التحقيقات تاني من عندي داليا كنت باهتمة أو بالتحقيقات والأخبار بتاعة داليا وكتير جدا من الزملاء واللي بيكتبوا مقالات دلوقتي فبقيت متابعة للمقالات أكتر ممتابعة للشغل يعني حتى الأستاذ أمال عثمان كتعمل برضو تحقيق في الفترة الأخيرة كتعملها عن الأثار ووضع الأثار وكتعملها مع الدكتور زي حواس ومجموعة كبيرة جدا من الأسالين الكلام ده من حوالي ثلاث شهور مثلا أو كده برضو نفس النظام قميمة كمال بتكتب برضو تحقيقات اقتصادية في هذا الإطار فالحقيقة أنا مبسوط أنه وأمنية هي حياة زملتنا في قطاع الاتصالات برضو بتكتب فمبسوط أن احنا خرجنا من يعني الوحيد يمكن أستاذ رفع التفياض اللي مصمم يعني الحقيقة يجذبنا معاه لملف التعليم كل أسبوع أو كل فترة أو في التنسيق إذا ما حددك تفضلت في البداية فأنا مبسوط أن زملائي اللي أنا تربيت على التحقيقات بتاعتهم بيرجعوا تاني هي ملاحظة دقيقة من حضرتك أستاذ جابر وهي أخبار اليوم طول عمرها مشهورة جدا بالتحقيقات والحملات الصحفية والأستاذ داليا جمال مديرة التحقيقات من أشهر محررات التحقيقات في أخبار اليوم والعديد من الزمل الأفاضل والتحية اللي ذكرته لحضرتك اللي بيتعلق بالكعربة وهو بيرسل قضية مهمة جدا جدا هي زي الدولة المصرية بتحاول أنها توفر الترشيد مش من أجل الترشيد فقط أو من أجل أن يكون فيه ضغوط على الناس لا الترشيد ده من أجل أن أنا عايز أوفر عملة صعبة من خلال أن أنا بقول بشكل علمي وبأرقام أن محطات الكهرابا عندي بتلتهم 60% من إنتاج الغاز الطبيعي فبمجرد ما أنا أقدر أخفض في هذا الاستهلاك أقدر عندي فرص لأن أنا أصدر الغاز الطبيعي برا ومن ثم يكون عندي عملة صاحبة في طر دائرة التحيات اللي حضرتك ذكرتها عندنا موضوع بنتكلم فيه عن تطوير شامل لميدانس فينكس وشارع أحمد وربي وتوسعة كبري 15 مايو طبعا حضرتك شايف كل أرجاء المحروصة بتشهد بشكل كبير مشروعات توسعة ومشروعات كورو ومشروعات المشروع ما بيبقاش مشروع صغير لا بيبقى مشروع كبير وبتنترج عليه تحتي مشاريع كبيرة برضو المشروع اللي بنتكلم عليه في أخبار اليوم ده هو مشروع تطوير محور 26 يوليو وده بينقسم إلى أربع مشروعات الأول توسعة المحور 26 يوليو من طريق الدائري وحتى طريق مصر اسكندرية الصحراوي القطاع الثاني إنشاء محور بديل اللي فيه في الكسافة المرورية من طريق الدائري حتى ميدان لبنان المحور الثالث هو تطوير وتوسعة شارع أحمد وربي وآخر محور المتعلق بتخصيص وتطوير ميدانس فينكس بشكل متكامل فالمشروعات مستمرة ومنتشرة في كيف فالطرف المحافظة مش في الطريق الدائري ولا في العاصمة الإدارية ولا في الجيزة فقط في الصعيد وفي الدلتا وفي سينة وفي كل أماكن سيد أحمد حمدي زي منا العزيز الحقيقة بنبقى مستمتعين وانت معانا دايماً وبتدينا كده إطلالة موجزة مكثفة محترمة للصحافة عموماً ممثلنا في أخبار اليوم فبشكرك شكر جزيل زي منا العزيز للسيد أحمد حمدي ومساعد رئيس تحرير أخبار اليوم ومحرر شؤون الرئاسة اشتركوا في القناة